عمال مصر الحقيقة افتكروا بس خلال السنين البسيطة اللي فاتت لان العمال ما كانش دورهم فقط في الاربع سنين اللي فاتوا لا على مدار تاريخ مصر كله هو من اللي كان بيشتغل في المصانع والمزارع وفي كل حد ما المصريين اللي شغالين وعملوا ده طب في الاربع سنين اللي فاتوا كان الموضوع بارز صحيح كان بارز يعني هل حد النهاردة يقدر ما يعني ما يشوفش ما يخدش باله من اللي حفر قناة السويس في سنة واللي عمل الانفاق الاربعة في سنة ونص وعمل محطات الكهرباء في سنتين وعمل الطرق اللي احنا بنتكلم عليها ده كلها اللي لسه شغالين فيها في الاربع سنين دول والمزارع ده كل الشغل اللي احنا ممكن لو عادنا نتكلم عليه بيأكد حاجة واحدة مش عدده مش كإنجازه ما انا مقدرش ولا غيري يقدر في مكانه ده يعمل حاجة من غيركم لا بالله سبحانه وتعالى سما بجهدكم ولازم دايما يا رب اكون كده صحيح يا رب اكون كده صحيح يا رب اكون كده صحيح فانتم يعني همال مصر وعملات مصر انتم اللي بتقوموا بالدور ده وانتم بتقولوا مبروك وبينهنيك وبتاع وانا بقولوكوا هتتعابوا معايا اكتر قبل ما انسى وابدأ الكلمة بتاعتي انتو في انتخابات عندكم في انتخابات عندكم مش كده من فضلكم من فضلكم اهتموا بالامور اللي زي كده واهتموا بيها كويس قوي واهتموا بان انتم تولوا عليكم من يصلح اسمعوا كلامي بس اذا كنتوا عايزين نطلع قدام في كل مجال اختاروا اختاروا كويس واختار اللي هو اللي عنده منطق سليم وعنده انصاف وعنده امانة ما تفكرش ابدا في ان ده ممكن يجيب لك اكتر لا دور على اللي عنده منطق وعنده موضوعية وعنده انصاف وعنده امانة لانه لما حينصفك حينصف مصر بقى في الانتخابات اللي انتو من فضلكم نقوا ما تفكرش ان ده امر بسيط ده صوتكم اللي انتو بتدوه واللي احنا حنسمعه او من خلالهم حيطلبوا بحقوق وحيب عليهم التزامات اشتركوا في القناة